أنا نسوي لي أنا ما في طريقة أجي معكم والله أنا عشان أخلص إلا بكرة لو ساعت آي مشون لو ساعت يا خلاصك في واحدة جاية شكري دار تحنك تبقى بإدهامي يلا السلام أيوة تفضل نعم مكاخذ من وقتها خمس دايات ما حتخلش تعبي قدامي لا 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 خالص خالص أنا ما عز أدخل قدامي أنا عايز أشنود يعني أبس حاسبك تعبان ومسخن تعبان والله العظيم عيني طالع واقفت من الصباح من بعد صلاة الصباح حينما أكون تعبان كيف يا أخ عشان كده أنا جاي أتكلم معك أها جاي أتكلم جاي بس أوريك خدماتنا نحن شركة زول كافيلو جاستية وعندنا كذا أوفر جديد نازل حصرياً خلنا الأولى خلنا الفضية اللي بتاعنا شنو بتاعنا شنو حنلديك كوباية موية ودردومك عرديب عرديب؟ أنا أحب العرديب بساطة ها وديبية كم دي؟ بخمسمية جنيه بخمسمية جنيه وثاني غير وفيشنا في الخدمة الدهبية الدهبية دي فيها شنو أخلنا الدهبية دي فيها حتأخذ ما حتكسب معنا جاركانة هدية طيب دي فاضي أعسى فدت شنو عشان لما يجيك الدور تعبيها وتستفيد منها وده لأخذ ما عندكم يعني؟ لا في الخدمة البلاتينية كذلك البلاتينية ضيب انسيني من الفضية البلاتينية فيها شنو البلاتينية اللي عمي بلك تطرم بجوة بيتك يا راجل يا راجل أنا اشتريت أنا راح نوقع العرض اخوان دي حالة دي دي حالة دي واحد واقف من أول مبارح في بنزين ما لاقي بنزين شت ياخ والعيش تقيف الصفاخة شت لقاء بس كوين مربيكم بحلقة جديدة من برانزو الكافي على العرق حاول يتغدى بيدي واجيكم راجل يخزايا بضعي دي طبعا شايفين في الفترة الأخيرة دي دقيبة صندوا وهمدوا ما رجلت عجلوا حلقة دي حلقة عشرين دقيقة في المنوع لنا راحة ثانية من هنا طبعا حاليا زي ما ذكرنا في حلقات كثيرة قبل كده إنه السودان بيمر بأزمة في كذا موضوع أزمة أو أزمات متعددة في الفترة الأخيرة شفنا التصريحات اللي طلعت من المسؤوليه في السودان ومن أبرزها كانت تصريحة ثلاثة أسابيع وثلاثة أسابيع خلصت متى لا يقف المغاطن السوداني في صفر رئيس متى حددنا بثلاثة أسابيع والدنيا لغاية هسه جايطة والناس جايطين الدنيا فوق تحيد وغير المنظراتية اللي بيطلعوا ينظر فقالوا له والله مسؤولية الحكومة وفر لان خبز واقود كده أمريكا وإسرائيل دعمين الآن برهان ومستغلين الأزمة بتاعت البنزين والما قدر يعالج أزمة الخبز من حكومة حمدوك فبما إنه السودان كله قاعد بنظر حاليا فإحنا نقوم شنو عشان نبقى منظراتيين لكن بيفهم إحنا نطلع أعمل زوماوت نرجع بعيد كده نشوف الموضوع العيلين من فوق زي ما بقوله زي السللة لما يكون فيه اثنين بيلعب وشطرنج واحد واقف بتفرج عليهم الواقف ده بكون شايف حركات اللي اتنا اللعبين ما شايفينها ما عليش يعني سامحونا الحلقة دي حالنظر لكن ما لبسنا بدلة يعني أنه معروف إنه النظراتية في اللايفات بيلبسوا بيدل دي تنظيره كجول كده حاجة على السريع يعني حاليا السودان بيمر بفترة عصيبة جداً وأزمات وراء الثانية أزمة وراء أزمة أهم ما فيها أزمة الدقيق أو بمعنى صح أزمة الخبز لأنه الدقيق متوفر كما شوفنا إحنا في التصريحات الأخيرة لكن الخبز اللي ما متوفر أنا الخبز دانا تعبان فيه وسريج جداً جداً وكل يوم بجاء نتظر هنا أنا ساعتين وثلاثة الخبز بتطلع من الدقيق يا جماعة لما يكون الدقيق راااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا زي ما شوفنا فيه تصريح الحكومة أو التصريح مديرة مكتب الوزير قالت إنه أزمة الدقيق دي أزمة مفتعلة لأنه الدقيق بصل للمخابز لكن في أزمة مفتعلة من الناس ثلاثة أسابيع هبسنا فيها عشد دبور يا أخوانا جاتنا كمية من الدبابير طالعة جاتنا كمية من المشاكل اللي كانت مقصودة عشان الثلاثة أسابيع دي ما تتم الناس زي اللي هم مصنفين لصنفين أو نوعين في النوع الأول اللي هو الدولة العميقة اللي هو طيباً دي أقرب حفرة بنرمي فيها أي شي ودي ما معناته إنه ما في لا في لكن كده خلاها على جنبها السي ونتكلم عن النوع الثاني اللي هو جشع التجار أو التجار الحرامية أو التجار النصال وسميهم زي ما تسميهم إحنا لازم نفهم إنه فيه تجار ما عندهم شغلها بالدولة ولا عندهم شغلها بي ولا بيك أهم شي يجيب ويتملي إنت تاكل ما تاكل تموت جعان تنوم بدون عشاء ما مشكلته خلا شرح لك بس جشع التجار ده قصته شنو جات من وين بعدك نرجع لموضوع الدولة العميقة عشان ندردش كده مع بعض فيه التجار ده اللي بيعملوا شنو بيفتحوا مخابز وهمية بيجيب له سجل بتاع مخبز وهمي بيجي بيقول لك أنا دائر المخبز حقي في الحتة الفلانية دائر مثلا ألف شوال بيجي بيأخذ الألف شوال بيمشي بخزنن وبيقول لك إنه ده القاعدين هنا ده ويكون عنده مخبز تاني أو فيه واحد تاني عنده مخبز تاني نفس الشي بيصرون الدقيق في المخبز ياخد له ألف شوال يشتغل بشوالين ثلاثة والباقي يخزن ويقول لك والله الدقيق قطع والله الحكومة ما جاب الدقيق والله ما في ده الموجود في السوق بعد يومين ثلاثة أو ثاني يوم تلقلت الخبزة سعيرها بيقى خرطمية مليون دولار عشان بيقول لك والله أنا ما شرش تريد السوق أسود وتقدر الحكومة الكميات المهربة للخارج أو المسربة للسوق السوداء بنحو 25% من الدقيق المدعوم الجيش عبدالت تجارة تخيل تاجر عايش له 30 سنة في الفترة اللي كان حاكم في البشير 30 سنة وهو بيسرق بالطريقة دي وبنهب وده كله تحت مظلط شنو؟ الكيزان لأنه إيزول في السودان ده بيسرق ولا حرامي ولا بتعبير الصقاء في الكيزان وإنتوا عارفينهم هم شنو؟ أنا بتكلم في التاجر هسي فطالما إنه في شماعة ما بي ما بيسرق يقول لأ والله أنت جشع ولا أنت طمع ولا أنت بتسرق النقل لا 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 كيزان آه الكيزان بشي يشوفون منك أنا ماكوز فده يتعود ده رزقه كان بيجي من الحرام أكله شرابه كله حرام يفتعل لي أزمة عشان يزيد سعر السلعة لإنده برده حرام كل أصحاب الأفرام والإحصائيات عندك هنا مسجلة يقول لأنا بتفيني ده في اليوم أزيد من 20 شوار لأنا في اليوم بشتغل 20 شوار يعني الليلة الناس ده إحنا لو كلنا وقفنا ضدهم وحاربناهم يا جماعة مش حاربناهم شي لأنا حربة ومشنا نطعينهم لا لا تفضحوا عديل الزلل بتكشفنا يتفضح إنه والله ده بيعمل كده المخبز ده قبل كم يوم قالوا ما شغالين عندهم موفاء قبل فتر قالوا عندهم ما في في نقص التاعهم وبهذه الطقيقة نحن كل مغا بنجي الليلة الده عنده فتين شوار داخل المخبز ما شغالين ده بتحاجة بقول ما بغس ها حسينيز المشكلة نوحس وريننا لها حتى تطلع مننا انت المشكلة نرمزون عينو ده بديست العيش وين شايفين عينو ده بطلع بي وين هنا وتحيد الناس واقفين صف للعيش فالأشكال دي لو ما تغيرت لأنه هو الدولة العميقة ما أخذ راحته لأنه عارف جشعة التجار حياريت الناس تركز وتوعى شوية وتعرف هي زاتة بتعمل في شنو وحوالين التجار بيعملوا في شنو دي قصتنا احنا والجشعة أمشي دي على الجنبة كده ده جيب لي بعد ده الدولة العميقة الدولة العميقة دي ما دارة تصل في النهاية لنقطة إنه تخلي الشعب السوداني ده كله جو السودان والبر السودان يقولوا جملة ينتوا عارفينها كويزة اللي هي شنو ياح ليل زمن البشير يعني الليلة هم بيلقوا التجار ده فعلا عندهم جشعة فهو بقوم يلا بشيلي شوالين ثلاثة كده ولا كم طن يرميهم يبلهم في موية بتاع بيجي التاجر بيلق إنه في لخبطة في السوق بيقول لك هيو أنا سأترفع أسعار الدقيق ما مافي وهو الدقيق ده للأسف لما نصل للسودان للأسف إنه زاته إحنا بيجيب دقيق من بره مما يصل لغاية ما يصل للمخبص فيه 500 حالة سرقة بتحصل جوه شفط بيحصل في النص إذا إحنا كنا لكم الدهب بسبعة وسبعين في المئة منه بتختفي بس ماسعف في الطريق عشان مصر ببنكة السودان ده الدهب اللي لهو شنه ورنا ما بالك بالدقيقة اللي هو بيتعجم بيلخه بموية ويدوك تأكله الحالة تانية سيدة الوزير جهاز الأمني الوصفان عنده في عهد النظام السادق كان من المطاحين بيغي يتمكنوا عسكري بيمشي مع العربية لحد ما تصر الفنو في عسكري بيكون قائص في الفنو لحد ما يتعجب بسه بيكون غايبين تماما العربية الليلة قالوا ليكم إنه كل مخبس حينزل فيه إنه بيستلم كم في الشهر عنده مثلا ألف شوال في الشهر ما منطقيا إنه بكرة يقطع أو بعد بكرة وبعد ثلاثة أربع يوم ما هيقطع ألف شوال ده ما هيقطع في أربع يوم أول ما نشوف حاجة زي دي بلغ خليهم يجوا لأنهم عارفين الدوه كم وعارفين الشوال بيعمل كم عيشة بيجوا النازل بيحاول يا دوب إنه يحصوا مع الناهجات متأخرة لكن كويس الناهجات لأنه عندنا جهاز يحصى زي الناس ولعندنا وزارات كارت زي الناس ده كله في الثلاثين سنة اللي إحنا غيبناها من العالم مش إنه قلنا بس معكم غيبناها فقوموا إنه بيغت في حاجة زي دي يخشل التنقون التخسران شنو أضرب خليهم يجي يشوفوا شغولهم لو لقيت ما في رد بعدك تعال قولوا والله الحكومة ما شيف شغولهم لكن إحنا ما دايما نضب ده طوالي بالحاجة السالبة فالليلة المفروض كله حاجة يكون عندها سيستيم عارفين الشاحنات البتطلع دي شاي لكم وماش شوين وفيها شنو ولي شنو وحيدوا منو أرقام خليكم واضحين وين الشفاء فيها حقتكم عشان إحنا ذاته ولجان الأحياء والناس دل يعرفوا يجيفوا معاكم بعد الليلة الزولة بيكون قاعد في حلة ده وعارف الطريقة اللي بيصل بها ولا بلغاية ما هو يشيل العيشة دي قطعة كده ويأكلها تانا ترتفعوش عليه لكن للآسف الشديد الزاوية المفقودة هي في المطحن نحن دارين المطحن تكون في زاوية للرجال المغاومة فيه على الأقل عشان يضعوا يدهم في الدقيق من المنبع وطبعا الحلول كتيرة لكن ده في حالة إنه إحنا قعدنا نفكر عشان نلقو حلول لأنه إحنا الوقت اللي بنضيعه في التنظير وفي التأليف ما شوية إحنا بس الحاج قبل يعدو بدت طوى لتنظير وإحنا طالب خلك الله كتب فهم الحاصل شنو بعد ذلك تحت تكلم وزي ما الأزمة مفتعلة برضو في موضوع الدقيق برضو عندنا الأزمة بتاعتها البنزين تشهد البلاد أزمة خانقة في الوقود أدت إلى شلل في حركة الحياة العامة أوليد واقف لك كم؟ نص ليه نصي زاكا؟ بالضبط كده ليه ساحتين ليكم أنا ليكم يوم أنا يوم يبقي في صف أنا يقول ليكي حاجة أنا جايب معاي اللابتوب بتاعي يعني نظام الليلة بايت متاح هذا الريف المين ثلاثة البنزين ده بورسودان قال ليك بيتوزع بعداك عن طريقتين اللي هي واحدة فيها بالنقلة البري اللي هو عن طريق شاحنات أو تريلات مخصصة لنقلة الوقود والطريقة الثانية اللي هي عن طريقة الأنابيب التريلات دي قال ليك بتطلع من بورسودان بتتحرك عشان تجي توزع للسودان مما تتحرك من مكانه من المينة بتحصل لها عقبات يعني لو طلعت مية تريلات فجأة بيبقوا شنو؟ زي الكيس بتاع الدهب في عرق اللي بتحصل في الموضوع المينة الدولة العميقة بس العربات دي شايفينها الان دي كلها بايتة بايتة منهم بارة تشحن بتي بيطلع ورقك يقول لك ما عندك تخصيص يعني مسألة مسألة بتاع الأرقلة ما أكتر ولا أقل وفي نفس الوقت العربات في الصحرطوم ما أكفوا صفوف دي التريلات يا جماعة بتطلع بتتأخر ما بتصل بيسرقوا البنزين في الشارع الحاجة الثانية برضو المعرق اللي بيها البترول دي لما هو بيتحرك في الأنابيب فيه معاوه مادة شمعية المادة الشمعية دي عندها سخانات معينة بتسخن البترول أو المادة الشمعية دي عشان يكون فيه سيولة يتحرك يمشي ييجي فسبحان الله سبحان الله قدر قدر بربنا أمر الله يعني زي ما اقول إحنا السودانيين الجاية من السماء تقبل الواطن السخانات خربت خربت في نفس الوقت سبحان الله ده يثبت لك شنو؟ يثبت لك إنه فيه ناس فعلا شغالة زي ما قلناك بيل في الدقيق ده يرسلوا لبيه لأنه يقول لكم ما زمان انتو طلعتوا على حكومة البشير عشان البلد ما فيها بنزين طيب ما هدي جات الحكومة الانتقالية المدنية ما حلت لكم لازمة الخبز ولا حلت لكم لازمة البنزين لو غير السخانات دي برضو المصفى بتاعة البيت ربنا ساتة قال لك فاع وطول يعني شب إحنا قلت لكم عندنا أي شي بخرف في نفس الوقت سبحان الله يعني الليلة طلعوا مهندسين مشكورين جزاهم الله خير اتطوعوا ساي لله والرسول من أجل الوطن إنهم يمشي عالجوا المشكلة دي والحمد لله أنا بقول لكم لسه البلد فيها خير زي ما فيه سيئين بيستغلوا الأزمات وبيفتعلوا أزمات فيه شباب عندهم غير على وطنهم مستعدين يشتغلوا كده سايح يا جماعة ركزوا بالحاجات دي يعني إنت كونه زاته تمشي تشتري دقيق ولا خبز والله مصيبة زمان من السوق الأسود ولا بنزين يعني بطلوا الحركات دي إحنا برانا بنمشي للسوق الأسود إحنا اللي بينقوي للسوق الأسود أوكي معاناة الناس والوقفة في الطرمبات وحد تقول لي أنت ما حاسي وما قاعد معانا وما واقف في الطابور الحاجات دي أنا عارف ومقدر إنها مؤلمة وصعبة والناس بتقيف بالأيان في الطرمبات لكن برضو إحنا لما نوقف موضوع السوق الأسود ده البنزين هيصل مكان وما حيتقف طابوري مر الفادة قلت لكم إحنا واحد من العامل الأساسي لخلى السوق الأسود داع الدولار يبقى قوي يا جماعة ما توصلوا تخلوا السوق الأسود بتاع البنزين ولا الدقيق برضو يبقى قوي لأن الحاجات دي لها وصلت للمرحلة اللي وصلتها السوق الأسود داع الدولار والله العظيم غنوا على السودان السلام وغنوا على الثورة السلام وغنوا على دم الشهداء السلام وغنوا زي ما دارين تغنوا ما هوك ما دولة العميقة دي احنا ما نمسيكا انه بس دي بقايا الكهزان انه الترسبات اللي جات بعد التلاتين سنة دي هي انه شنو التجار زاتهم بيقوا هم تابعين للكهزان من غير ما يحسوا كان هما كوس ولا بتاع لانه هو تعود انه يسرك وهو تعود انه ينهم فبيقى النظام كله اصلا ملخبط فهي دي دولة العميقة والثورة دي لما قامت قامت عشان تنتهي ماه انه بس من البشير ويداد وفلان وفلتكان والوزير لا 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 تنتهي من المنظومة الفاسدة دي كلها بيت تجارة اللي هم ها كيزان وقاعدين بيشرقوا منك دي يا جماعة افهموا الكيزان متغلغلين فكرا وليس اشخاصا الليلة هم وصلوا ليك فكر فكوليك الدولة خلاها تخرب انت تتعود على الرشوة انت تتعود على النهب تتعود على السوق الاسود فكوليك فكر الفكر دي احنا ذاته في حد نفسه احنا مفروض نحاربه بعدين هي الدولة العميقة دي اصفوا في بنزين بس وعيش ولا هو زي ما شايفين احنا قاعد في البحصل في الغوات المسلحة اصدر رئيس المجلسة السيادية بالسودان عبدالفتاح البرهان كشوف تقاعد شملت ضباطا انحازوا للثورة التي اطاحت بنظام الرئيس السابق عمر البشير الضباط الشرفاء اللي ويكفوا مع الشعب في ثورة وحموهم جل يلا احنا شايفين انهم قاعدين بيفصلوهم من خدمتهم ووقفهم وحالتهم المعاش مع انهم ضباط صغار لسه وفي غيرهم قاعدين بيرقوهم ويزيدوهم كمان وكمان والمصيبة والادهة والامر انه بعد كله يجي البرهان يقول لك انا ما عارف قال انه البرهان تصليه وقال له والله انا ما كنت عارف يعني انت الليلة رئيس المجلس السيادي ورئيس المجلس العسكري وانت البيك بوس ما عارف انه رفضوا ضباط طب انت توقع على اي اساس الورقة اللي بتوقع فيه دي بتوقع سايما بتقرأ ما انت الموقع في النهاية ما تركز في الورقة اللي بتوقع فيه ده بعدين يعني احنا تعال اقول لك حاجة احنا عرفنا انه انت بتسافر بمزاجك وتطبع بهناك وتطبع بهنا وتعمل اي شي تدائره ما بيك بوس لكن انت قم بتكون عارف الحاصل في البداية شنو كده انت ما بيك بوس انت وبما انه احنا اتكلمنا عن التنظير نجي نشوف التنظير الحاصل اخر فترة التنظير الحاصل في موضوع الامم المتحدة خطاب من رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك الى الامين العام للامم المتحدة ويطلب فيه دعم جهود حكومته الانتقالية بموجب الفصل السادس للامم المتحدة الناس داقة جرس وطلعين لايفات ويتفلسفوا وناس ما فهم شي وما عارفوا اصلا الامم المتحدة دي هزات وشنو جات من وين وخلق رامتين الان قوات الشعب المسلحة اذا ما تدخلت لمنع السودان من الاحتلال واذا ما تدخلت لمنع سيادة السودان من الانتقاص واذا ما تدخلت لحماية ايراض السودان من التدخلات الاجنبية فمتى ستتدخل هذه القوات قوات اجنبية احنا جيشنا لازم يتحرك احنا جيشنا لازم يتما فهم يا ما عارف قوعك من بوعك ذاته الامم المتحدة من زمان قاعدين في السودان مين ايام البشير اتحدت الامم المتحدة مع الاتحاد الافريغي انه يدخلوا جيش سموه اليونميت يعني قوات افريغية في النهاية خشية السودان لحفظ السلام بعد ما صاحبنا زمان قال انه عليه الطلاق مبخش عشان كده انا انتظى الفرصة ليو اقول لتاني واسمعوا احسن مني انا مباشرة انا قاعد رئيس ما في قوات الامم المتحدة تأخذ افور اني ادخلهم لوجوه قاعدين في السودان يعني في النهاية الجوطة الحاصلة دي على حمدوك قل له حمدوك ما شكل لهم يا جماعة انتم الامم المتحدة جماعتكم الطيبين ديال من زمان قاعدين في السودان فعليكم والله بس من البندة السابع رقونا نمشي البندة السادس عشان نستفيد بدلا ما صارفين قروشكم في جيش حقكم القاعد ده يستفيد بها المواطن ويرقوه ويعلموه ويزبطوا كده يؤهلون الحياة عنه يعلم الناس ذلك بمكان البعض لا يعلم انه السودان الان موضوع تحت الفصل السابع وهذا امر مستمر لعدة السنوات في الفصل السابع على الامم المتحدة والمجلس الامن يقرر ماذا سيفعل السودان وماذا سيفعل هو في السودان الان في الفصل السادس السودان يقرر ماذا يريد من الامم المتحدة فبدلا ما تطلع انت دroundedفلثف وتوجع علينا راسنا بالعيفاتك امشي اعرف ي 모든 حاصل شانو اقرى الوثيقة وتعرف على الأمم المتحدة وعرف مكانها وين وفيها شنو بعد ذاك تعالوا تفاصح وبطلوا شفقة والعافي درجات وبراحة براحة غلطوا بين حاسبوا مشوا صح بنقولهم شكرا وبينقيف معاهم بطلوا الجوطة والشفقة صبرتوا على الكيزان 30 سنة ما قدروا تصبروا شوية لغاية ما الوضع يتصلح ولكن يا جماعة برضو إحنا في ناس لازم نتفهم وجهة نظرهم في ناس برضو هي جايطة يعني غير إنه جايطة وما فهمها في ناس جايطة وخايفة على البلد بيتساءلوا إنه ليه اللي تخشها القوات دي فأس أنا بأسألكم إنت وجهة نظركم من التدخلات كلها بصفة عامة وبعدين ليه في تدخلات الناس بتسكت ما بتجيب سيرتها وعادي خليهم يتدخلوا وفي تدخلات الناس بتجوت وبتعمل من الموضوع فيلم وهم ذاتهم ما عارفين نشنا خلاصة الكلام ده كله إنه إحنا لازم نقيف مع بعضهم يتكاتف إحنا كلنا عارفين إنه الحكومة الحالية دي حاليا محاربة لأنه الناس دارت وصلنا في النهاية نفس السيناريو المصري إنه يحصل انقلاب والجيش يستليم وإنه الحكومة المدنية ما شايف حقها مبدئيا كده إحنا كلنا يمتفقين على إنه عسكري تاني حكومة البلد ما في لو كان كسر رقبته شايفين الوضع الكارثي إنه إحنا فيه لكن ستيل مؤمن بإنه الحكومة دي قادر على إنها تطلعنا من الوضع الكارثة وإحنا حاليا متفقلين خير من الحكومة دي واكفين معاكم لكن مرضو الحكومة لازم تعرف إنه زي ما وعدت الناس زمان بالشفافية إحنا بنطالب بالشفافية في أي شيء أبسط مثال موضوع الدقيق والخبز والجوط الحاصلة دي إنه وروا الناس الحاصل شنو فهموا أنوا الحاصل شنو الحكومة الحالية لما انتشتغل صح إحنا بنقول لهم شكرا نكملوا إحنا واكفين معاكم ولما انتشتغل غلط إحنا بنحاسبة لأنه إحنا دارين البلد يتصلح لأنه دارين فعلا نشوف حاجم الموسى المواطن المسكين المغلوب على أمره وطلع على الثورة اللي فقت له زول اللي ضحى بحاجات كتيرة حاوز يحس إنه في حاجم الموسى في تغير وقبل ما ننهي النقطة دي نتكلم في موضوع المحاسبة إحنا عاوزين نشوف فعلا في محاسبات لأي زول طلع وتصرف من رأسه ما في النهاية دي إلا لحكومة انتقالية الناس المفروض كان عساكر كمدنيين شغالين مع بعض ما كله زول يركب لي طياره ويحوم على كيفه انت ركب الطيارة دي لازم تكون تطالع من البلد الحكومة كلها عارف انت طالع ماشي وين والشعب ذاته عارف انت طالع ماشي وين حاجة مرتبة خمجة الكيزان الزمان ده ما دارينه لأنه حيودينا تاني بدل ثلاثين سنة حيودينا ستين سنة لورا وحجوت والله لو جاطت الله يعلم حنصل وين ودارين على طار المحاسبة برضو دارين نشوف احنا البرلمان البرلمان ده حيتشكل ميتين وحيشوف شغله ميتين بنك السودان ميتين حتشتغلوا فيه وتبعوا المجلس الوزراء احنا عايزين بلدنا تتصلح وعايزين نبعد من المطامع اللي على البلد كان داخلية ولا خارجية كله زول عنده اجندة بتاعته دار يمشيها في البلد دي عشان يستفيد من خيراته وفي النهاية المواطنة الغلبان ده ما واصلوا اي شي ولا زي ما بقوله طالع من المولد بلح ومص وفي الختام طبعا كلكم شايفين الجوطة اللي حصلت في موضوع تسليم البشير للمحكمة الدولية فعنا عايزين نعرف انت كمشاهد وكمواطن سوداني رأيك في الموضوع ده شنو هل انت مع تسليم البشير للمحكمة الدولية ولا ضدها وكان كده ولا كده ورينا رأيك شنو في الموضوع جوابك ده نعم او لا ليه فسروا لينا واكتبوا لنا في الكومنتات تحت ومن هنا لغاية ما نلقاكم الاسبوع الجاي ما تنسوا تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بتليفزيون العربي وزول كافي تحياتي محمد عيض سلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة